السلام عليكم رجعت لكم فيديو جديد اقتراحات جديدة لطبيلتكم الرمضانية وصافات مبين الحلوء والمالح كل شيء سهل واقتصادي سوف نرى بيزا على طريقات البيزا بعجين اسفنجي عجينة غزالة سوف نرى دسار كريمي رائع سهل كريب سكري كريب سالي حشوات سهلة كريب ملح من خليط واحد سوف نحضر معكم الشيوة سهلة وشربات الشوفان بنينا سوف نبدأ بالتحلية لدي لتر من الحليب سوف نضيف 4 معلقة كبار من فكار ساندة بالنسبة للحلاوة سوف نضيف 5 معلقة كبار بومبي من النشا أو خليط ما بين نشا وبودرة الكريم باتيسير سوف نضيف 5 معلقة كريم باتيسير سوف نضيف الخليط من خليط حتى يدب لي كريم باتيسير ونضيف كل شيء على بطاق مهيلة وأنا سوف نحرك حتى يعقد لي الخليط ويبدأ يغلق كبير سوف نضيف سوف نضيف ونقسم الخليط على الزوج سوف نضيف خليط بيض وخليط بشوكولة الجزء الذي يريد أن يكون بيض سوف نضيف 100 كرام شوكولة من طبيعة الحال كريمة سخونة نضيف شوكولة ونضيف أي نوعية شوكولة ونضيف إضافة سوف نضيف الثانية سوف نضيف سلاشية من كاكاو قمنا بإضافة لأنه يمكن سوف نضيف ونضيف كاكاو يجب بإضافة أو سوف نضيف من المنزل سوف نضيف نضيف شوكولات معلقة نضيف هذه الكريمة سوف نضع 100 جرام بودرة شونتي نضع كريمة بيضاء نضع كريمة بالشوكولا نضع كريمة بردة نضع كريمة نضع كريمة بردة هذا القوام بيضاء نضع كريمة نضع كريمة نضع كريمة مدة 4 دقائق نضيف كؤوس تقديم نضيف الكريمة الشوكولة السوداء لا يمكن تخدمه بالملعقة نضيف الكريمة الشوكولة السوداء عليها الشروط اخترار بخيلة بعد ذلك نضيف الكريمة ونفي حلوب Low نضيف الكريمة نضيف التس один أنظمة نضيف الكريمة نضيف الكريمة في قناة قابلا ونضع طبقة اخيرة الكريمة الشوكولة سوف ندخل الدساء للتلاجة نجد رسو مزين هذا نقدمه يجب القوام كريمي لا يجب القاسح أو خاطر يجب القوام كريمي يجب أن يأكله الشموس سوف نصبه بالخلط الكريم الذي سوف نخرج منه الملح سوف نحتاج 1.0L الحليب مع 4L بيضات كبار أو 5L بيضات حجم متوسط لكن يجب أن يكون متوسط نضيف 5L تقدروا هذا الشيء في الخلط الكريم سوف ننسل الملحة سوف نضيف 500g ونضيف 500g نضيف 500g سوف يكون نوعية جيدة سوف تخلطوا حتى تضيفه على هذا القوام سوف نضيفه في الخلط الكهربائي سوف نضيف 100g سوف نضيفه 100g سوف نضيفه 100g سوف نضيفه خلطه خلطه سوف نضيفه خلطه خلطه ونضيفه 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 من طبيعة الحال نحتاج مقلقة كنت تخلطه ونضيفه نضيفه كثيرا كثيرا نضيفه يجب عليك بقعة كبنية و بدك طيفية تحييده لا يجب عليك القياس لكي يقرس لكم و من طبيعة الحلم الذي نحييده يجب عليك سربيته و نغطيه لكي يقصح و لا يقرس لكي يجب عليك الكخيب كله يقرس و من وقت ما نطيب شيء نحطفه هذا الشلي طيب من قبل و نغطيه مزيان حتى الوقت الذي نري نضغط الحلوى كيف رضعنا و نغطيه والكغاب الثاني هو مالح تطيفه gedaan مثل طرقة و سطوء المقلعة ستحرك على الحلوى دينة خفيفة أو زبيدة و دينة غير خفيفة و تكبه الخالد بكم تجربة القياس اللي كفاك في المقلعة ممكن مغربة قليلا او دعوه يجبه يجبه منه رقيق و دعوه يجبه يجبه برد بالنسبة للحشوة الكريب المالح سوف نحضر مقيلة فيها زويتها رمية سوف نحضر مقطع كبيرة سوف نحضر مقطع رقيق سوف نضيف مقطع رقيق ممكن تعوده بكفيتة كما ممكن تعوده بلا دند غير ولا دند حيث يكون ناشف قطعه قطع صغير جدا في التوابيل الملحة البزار سكين شبير قطع بودرة تومة ومكن تقوم بتقليل اي عطرية كتتعجبكم توابل شاورما توابل مكسيكية ممكن تقوم بتقليل تشجير حتى يطيب مزيان ويتحمر سوف نضيف المعلقة المطارد وعلبة ياغور طبيعي سوف نتعطي التعليق لها الحشوة ونأكلها معلقة سوف نضيف الشراب سوف نضيف الشراب نضيف الحشوة في الجنب سوف نضيف الحشوة سوف نضيف الحشوة سوف نضيف من الفرمج ولضعت بفرمج سوف نضيف الشراب سوف نضيف سيف Grace بعدها و نضيف بالطور سوف نضيف المحكمة سوف نحمرهم في مقلع ممكن نضيفهم في البانينوز تبريسهم في البانينوز كما ممكن نضيفهم في مقيلة كيف سوف نضيفها معكم المقلعة لا تقوم بها بشكل شيء و تحمرهم من قاعة جنيبات و تقلبهم هك و هك و تعود و تعطوهم لك جنيب حتى تضيفهم من فوقهم من تحت و تحمرهم من جنيبات و تضيفهم الأمر حتى تحمر الكفاب تحمرهم خفيفة و سوف تدخلهم في مقلع و تضيف الفرماج سوف نضيفهم و اخرجوا للماء في مقلع و تقوم بحشوات و ترتفعهم في مقلع و ترتفعهم في مقلع بالنسبة لكفاب بالنسبة للكفاب أنصبح مصرح في الشوكولته شوكولت نقطع دوائر ممكن ترشب شوية اللوز من الداخل المحمر كي اعطيتها مدر قصوين المهم الحشوة كتبقى اختيار يعني ابسط حاجة ممكن تدروها هي هاد الشوكولة والبانن المهم مرع الكريب لجينة ديال الكريب كتجي يزوي هنا وبنينا وكي يجو خفاف في الماكلة ديالهم ما كيجوش مع الجنين وتقال هادو كتاكلوهم وغم خفاف في الماكلة كتازين اخر درت لهم غير خطوطاكا من الشوكولة ودرت لهم شوية ديال اللوز ايفيلي محمر ويجوش مع الجنين ويجوش مع الجنين وتقال نهائيا العجينة ديال بيزا سوف نعطيكم واحد العجينة اللوز اغزالة لديها تلاتة الكسن عنبه ديال دقيقة الفورس نصف صغير او ربع كس عنبه من زيت الزيتون معلقة صغيرة بتاع فكر سندة نصف معلقة صغيرة ديال الملحة نصف علبة ياغور طبيعي بدون سكر معلقة متوسطة الخميرة واحدة شوية ديال زعتر نحكوها كابينيت ديال وبالنسبة لهذا المقادر اللي اعطيتكم يخرجوا بيلا كبيرة بحجم عائلي سوف نعجنها بالمدافي و سوف ندركها بنيت ديال واحدة شوية المهم عندي العجينات تكون مرخوفة ما تكون شتقيلة عندكم هاد لابات تلبيل جوجة الحويج اللي يخليها تجيب في فنجا اولهم هو العجينة تكون مرخوفة و جارية اولا مش جارية غيتكون مرخوفة مزيان و ندركها واحدة شوية بنيت ديال سوف ندركها بشيبولاكا و نغطيها و ندركها حتى تخمر مزيان ندركها في بلاسة دافية حتى تتطلع لكم فيها الخمر انا را هاد البيزا لو بغيت نصاوبها مثلا فرمضان سوف ندركها هي اخر حاجين حتى تكون مبقى له عاد كنعجن لعجينتها و يكون ندرك شوية وجدة و كل شيء وجد سوف ندركها في المدلك تكون رقيقة حولها شكل دائري و ندركها مزيان باش ما تجيكمش غليضة في الفرم اللي كي بغيها رقيقة غير رقوها مزيان اعطوها شوية ديال الخاطر و نجبدوها بين يديكم حتى كتوليها كرقيقة سوف ندركها في واحد طاواتي الفرم سوف ندرك لكم الجانبات لانه بغيت ندير بلا لية محشية الأطراف هات البلا راها معروفة المهم سوف نحتاج هنا اختي خدمت بالمودلاريلا اللي بما داق الشيدر هادن لوح هذا راها كنظن راها معروف هو باش خدمت قطعتهم مفتطيلة هكا متوسطين و غادي نجيبهم في الطرف ديال العجينة و نحاول نشكلهم على شكل دائرة اللي ما بغاش يدير هذا القادية ما يديرها شغير يطلق العجينة و خليو الجانبات كواحد شوية طالعين من فوخين باش ديكم شكل ديال بلا زوينة و صافي عمرها بالحوش واللي بغيتو هنا غادي نصدع لها هدا هدا الفرماش نصدع لها هدا هدا الفرماش نصدع ليه مزيان حاولو صدع ليه مزيان باش ميخرش لكم و باش حتى كي يجي شكل ديال بلا زوين يعني مكتهزش لكم ففرع و الواسط غادي ندوز لها هدا البيك فيت او اللي عندكم فورشت غادي تتحولوا تقبوها مزيان باش تكلوا بسط ما كيتنفخش كي يبقى معاكم ارقيق و غادي نجيب لاصوس ديال بلا هاد لاصوس ديال بلا هاد لاصوس ديال بلا رشاركتها معاكم هي مؤخرا هيا ولا صوس بلانش ديال بلا والعجينة ديال بلا ديال الميقلات هاد شي كله غا نخلي لكم رابط دياله في صندوق الوصف يعني باش ما نعودش غا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف غادي ندير تبقى ديال هاد المودلاريلا تقدروا تديرو خالط بين المودلاريلا وبين فرماج حمر انا غير حي تديرت هاد الموحدة اللي بمضاق الشدر ما بقي شدرت فرماج حمر هو الفرماج حمر يعطي مضاق الزوين في البلا يعني تقدروا تخلطوا بينه بين المودلاريلا ديروا واحد تبقى تكون لانا هكا باش كي يجيكم بلا قد شبد والحشوك تبقى اختيارية ممكن تديرو اي حاجه بغيتو هنا غا نديرنا الكفتة كنت مكورها من قبل الكوبرات اللي هم مغيص غورين وكفتة نديرها ما طيبة شطغية كطب بها في الفران لوقيت اللي كطب لابط كطب معها هذيك الكفتة ممكن تديرو الطون ممكن تديرو اي حاجه عندكم ممكن تديروها درت شوية ديال ففلاخ درام قطعة مربعات درت شوية ديال درت شامبينيون انا عندي شامبينيون غير المعلب ممكن تديرو اي حاجه ممكن تديروه وغن ندير شوية ديال زيتون كحل غير شوية ما غير نكتره ودوك الجنيبات ديال العجينة غا ندهنهم بسفارة البيض مخلطة مع شوية دانون نصف او لشوية ديال الحنيب وكلامسة اخيرة او لحاجة مهمة شوية ديال الزعتر دروري نديرو فق من البيضة هو لكي يعطيها في هذه اللوقات نديرو فق من شغيل الفرن مالذي تسمي لكم نديرو فق من درجة حرارة تكون شوية عالية تسخيل لكم فرن ضغياء ومالذي ندخل بلادي لا تأخذ وقت طويل ضغياء ديالجة تتحمي وتتحمي ودوك الجنيبات لا تنفخوا كثير من قياسهم وطلبات لا تنفخوا كثير من قياسهم تبقى محافظة على ذاك الرق وفي نفس الوقت ما يشربون الفرن تبقى تشوفوا معي اصفان جية وحتى الفروماج لا تحرق لكم لا ترى المنظر كيف تتعير العشيوة سوف نديروها واحدة ويجين ممكن تديروه بلادان كما ممكن تديروه محتاجة غزبور مليحة وملكة سماك الوجدار خرقوم الوبذار حمارة ثمانجبير حمارة وكامون لا تكترى العطرية حمارة قد نضيف نضيف مصدورة ثومة وتضيف سواء حامضة كبيرة و صغيرة ثم ملجات تبعد الماء في ملجات تبعون بالماء سوف نجيد ملجات دند ينظر ملجات 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 تبعون ملجات تبعون بالماء سوف نشرب المليجات سوف نشرب المليجات سوف نضيف الطاجين سوف نضيف الطاجين سوف نضيف دوائر سوف نستخدم طاج من الزائف سوف نضيف الطاجة ضروري من زويتها ضروري من زويتها تديروا شوية الزيت الزيتون حمر شوية دي الماء وغادي نسلط على طاجين يطبع الماء اللي اعطيوها لخاطر قتلوه العافية حتى ديكرب السلاكة الدوب وكتعسل وكتعلك لكم والطوجين يطبع على خاطر خاطر ويجي طوجين الوزوين ومختلف كي يكتلكم على طوجنات اللي مولفين كان ديروه واخر حاجة نشارك معكم في هذا الفيديو هو شربة الشوفان او الخرطال اللي تحضرها الاخر لحظة تديروا طنجرة تديروا فيها زويتها رومية ولا زويتها بلدية واحدة المعلقة كبيرة اللبدة نشحر فيهم واحدة البصيلة تكون مشلدة رقيقة وغادي نحمرها مزيان غادي تعطيني واحدة مدق شربة لكي لا تحمرها لكي لا تقضي حريره من اللي تحمر تقريبا هذا الجوج اللي فتمت وسط شفن حيث كمية قليلة نحمرها مع البصيلة واحدة ثواني وغادي نمرق بالماء الكافي فشغا طيب هاد شفن الملحة بودرة التومة شوية دي الابذار والذعتر غادي نجهد على البطا وما كان نغطيه الشفن لانه ضغية كيف ضوير كيف يفض بلا ما تغطيه عليها تنجرة ورح الشفن ضغية كيف ضغية كيف يبليكم انه وعقاد والحريره لا تكتروش شفن او لا تقلوش الماء يلا بنت لكم خاطر اكثر ملقية الخفوية بشوية دي الامة اخر حاجة اخذيت واحد ربعات المعرق ديال الحليب المجفف مع شوية الماء ضربتهم مزين وكنزيدهم في اخر رحضة تكتب لي الحريره وكنزيد شوية ديال الزعتر وشوية ديال مع دنوس مجفف اختياري هو من الاحسن غيث الزعتر يعني فيه كيفاية يعطيه مدقزوين معديك لبسة في هذه الحريره هذه صافي كان خلية تغليه واحد الغلية وكنت فعليه وكنت تجيب هذه القوام ورار الضل بلا باقي كتتختار يعني اضافته على البوطة كتتختار غير رساء وصافي كانت هذه الطبيلة ديال اليوم وصافات غزالين كنظم رعا سهلين وبدون تعقيدات حتى قدرت معكم حشوات ليهما اقتصادين وتقريبا كاية الوصافات ليس كثيرة الخدمة يعني ضغياء ضغياء كي يجدوا هادالك خربة يجوا رائعين البيزا اللي اعطيتكم بالطريقة إذا انتبعتوا النصائح اللي اعطيتكم سأجيكم في حالة الشكل هادا كتجي من الفنجة وبنينة وبنينة بزاف ولبط من السماء وخفيفة في مكلتها الدسخ حتى هو منعش ولا ارواع ستجربوه وغادي تردع لي الخبار واللي بغا وصافات اخرين لا تنسوا لايك او جيم الفيديو اللي اعجبكم من طبيعة الحال ونقول لكم خليتكم على خير نشوفكم من بعد ان شاء الله وبإذن الله مع وصفات جديدة خليتكم على خير